عن فضل الأيام العشر من رمضان وفرصة إزاي نحسن استغلالها ده اللي هنعرفه بإذن الله من خلال فاضيلة الدكتور أسامة أبيل من علماء الأزهر الشريف أهلا بك مولانا وكل سنحك طيب حضرتك طيب الحقيقة دايما لما بتهل علينا العشر الأواخر من شهر رمضان بنقول رسالة جميلة قوي بنقول ختامه مسك إزاي كل واحد مننا يخلي ختام رمضان يكون مسك ويكون جميل لما بنسأل بعض في حياتنا اليومية عن أحوالنا ونقول إزاك فلان أخبارك عامل إيه يقول تمام فأحد الصالحين كان يدعو في ختام شهر رمضان إذا ما احنا بنستشرف كده الختام دلوقتي وكان يقول اللهم ارزقنا التمام واجعلنا من أهل حسن الختام فالتمام إن رمضان يخلص ويبقى تمام تمام في الصيام تمام في القيام تمام في قراءة القرآن تمام في الإنفاق تمام في الذكر تمام على القلب فالقلب يطلع يبقى تمام يبقى منور يبقى سليم يبقى متغير وخارج من شهر رمضان رمضان فارق معايا فارق معايا يعني الواحد يسأل نفسه وانا رمضان هيفرق معايا ولا لا ربنا بيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عشان كده عايزة أقول خمس أعمال مهمين جدا نركز عليهم وخصوصا في ختام شهر رمضان واحد حسن الظن بالله في المغفرة عشان الشيطان هيجي يقولك هو أنت يعني كنت في العشرين يوم الأولينين دول عايش على مزاجك ويعني ما كنتش مظبط الدنيا كويس قوي طيب إحنا عايزين يا جماعة يكون عندنا حسن الظن في علاقتنا مع ربنا بالذات في المغفرة المغفرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له فحسن الظن بالله تبارك وتعالى واليقين اللي يدخل القلب إن ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لنا ونحن في خواتيم شهر رمضان رسالة جميلة كمان ونحن في خواتيم شهر رمضان نركز يا جماعة على الإلحاح في الدعاء كل واحد مننا عنده طلبات وعنده أسئلة ربنا حط هدية بين آيات الصيام قال فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي ذا دعان وقالوا أسألوا الله من فضله وقالوا ربكم ادعوني أستجب لكم فنحرس كده في الأوقات الجميلة اللي احنا بنختم بيها شهر رمضان على حسن الدعاء عبادة جميلة ودي رقم 3 لا أرش مولانا على ذكر الجزئية دي هو أنا لازم أدعي بلساني ولا ممكن ربنا أعلم بنوايا والله أستاذ يشام مرحل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاه هو ما لهاش بلسان ولكن كان بقلبه هل دا بيسري علينا؟ المعنى دا جميل قوي بيسري بعد ما الإنسان بيدخل في الحضرة الإلهية ويقرب أكتر لربنا سبحانه وتعالى فالواحد الطبيعي الأول أنه بيدعي ويقول يا رب يا رب لها كربة وأنت رب ليس لها من دون الله كاشفة ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى لكن بعد كده دا بيترجم على القلب أن الواحد ممكن يرفع إيده كده ويفضل ساكت وعارف أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عما في قلبه ومطلع عما في نيته ومطلع على طلباته واللي هو عايزه كله ولكن مع حسن الظن مع الاجتهاد في الدعاء مع محافظة على صلاة التهجد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي الجميل إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد المئذر يعني شد المئذر يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعد بإرادة قوية زي ما احنا بلولك ايه شد احنا عندنا رحلة كبيرة يلا وسيد الشام عندنا مشوار لازم نجهز الشنطة ونحجز التيكت معاتش خيزار خلاص بقى يعني حسن الختم ده والختم الجميل نركز عليه شد المئذر وايقذ أهله ودي رسالة لنا يعني في ناس بيبقى حريس يقولك ايه الحمد لله أنا هزبط في العشر الأواخر وهبقى تمام واركز في الطاع والعبادة والدعاء حلوة قوي تم تاخد معاك شوية كده خد أهلك خد حد من صحابك خد زميلك إن ما شاء الله السنة دي المساجد كلها مفتوحة يعني ترجط كده إن انت تاخد الناس المقربين لك من الدوائر اللي معاك كل يوم وتاخدهم معاك النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وايقذ أهله يعني خدهم معاه وصحاهم فهنا محتاجين النهاردة نصح بعض ونعيم بعض على الطاع والعبادة لإني لزة التهجر